الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أحبتي الكرام محلقة جديدة مباركة ميمونة وارتأيت أن أتناول في هذه العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله وفي هذه الأجواء الربانية الرمضانية أن نتحدث عن بر الوالدين هذا الموضوع الحباب دينا لماذا؟ لأن كنت شوفوا في هذا الرمضان مع الأسف كنت شوفوا بعض الشباب دينا الطائش لتكون مبتلة كيف تعمل مع الأباء دياله ومع الأمهات دياله فلابد أن نتحدث عن موضوع بر الوالدين على الله تعالى أن يهدي مستمعي ومشاهدي هذا البرنامج إن شاء الله قال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وعبد الله ولا تشرك به شيئا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وسبحان الله العظيم دائما بر الوالدين يأتي عطفا على طاعة الله وتوحيد الله عز وجل والبر أحبة الكرام هناك بر دنيوي وبر أخراوي أي أحد البر كشمل الوالدين في الدنيا في الحياة ديالهم وحد البر كشملهم بعد موتهما منك يموتوا وكيبشوا عبد الله تعالى أما في حياتهما والدعاء لهما إنسان ولو الوالدين ديالوحيين يدعي معهم في الصلاوات ديالو في المجالس ديالو منك يدعي الله تعالى دائما دائما يدعو مع والديه كذلك تاني هذا الأمور دي الصدقة عنهما ولو في الحياة يتصدق ويقول في النية ديالو بأنني أتصدق عن والديه كذلك الترويح عنهما إن الإنسان كيجي وكيضحك مع والديه وكيضعبهم وكيضخل الصرور عليهم علاش؟ لأن هذا من الأمور من الأمور المستحبات في ديننا المبالغة في التوقير والإحترام المبالغة في التوقير والإحترام إنسان ليس فقط يقرر وقرر ويحترر بل يبالغ حتى أن العلماء قال لك الإنسان لا توظف ولا خدام وبيعطي الوالدين شبارك هذه الفلوس ما يعطيهاش لهم وليدهم تحت الله يجعل لي الدو تحت وليدهم الفوق تأذبا مع الوالدين قال الله تعالى وخفض اللهما جناح الذل من الرحمة خفض الجناح وقل رب يرحمهما كما ربايا نسا غيرا كذلك من الأمور المستحبة في بر الوالدين في حياتهما ومدحوهما وذكروا فضلهما من يكون يسلم مع الناس ومع نسابه ومع الأصديقاء دي من كتكون الفضائي دي الوالدين في الغياب دي يرمع لاش لأن هذا من الأمور كما قلنا المستحبة أحبة الكرام كذلك سادسا تفقدوا حاجاتهما وقضائها مرة مرة يسول وخيسين يتزواج ويستقل بداره يسول يجعل الوالدي الوالد والدي يخذكم شي حاجة يتقدى لهم يتسخر لهم يكون يعني كما نقوله يكون وحد للعبد عندهم علاش لأنك أخي الكريم أختي الكريمة عندما كنا صغارا كانوا كذلك هم يقومون بهذا الدور ويخدمون لنا ويتقربون منا وإلينا كذلك سابعا حسن استماعي إليهما وخيسين يكبر في السن ونقاش نقوله كمصطلحات كيخرف قدش كتفهم الواليد لا خلينا نتفرجوا لا الحباب دينا الله يجازيكم بخير لا خاصنا نكون نسمعوا الوالدين دينا ونعطيهم وقتهم كم مكان ونحنا صغار ونكرسولهم شي أسئلة اللي هي لا ترقى إلى الإجابة ورغم ذلك يبقوا يجوبونا وينزلوا المساوى دينا من كنا صغار كذلك الحباب دينا يعطائهم الاهتمام الكل إنسان يكون باركة مع الوالدين يتفرغ لهم حتى الآن مع الأسف ولا التكنولوجيا كمشون نزورهم كواحد شاب تليفون كواحد كشات برنامج لباغي لا الحباب دينا رجل يجبون بخير من ينزوروا الوالدين نتفرغوا لهم ونعطيهم بقتهم كم مكان ونعطيهم أيام الصبا بعدما ماتهما منك توفاوا شنموا الحقوق دينا الوالدين يعني نحن أول هذه الحقوق إرسالوا الدعوات إليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية العلم يتفاع به ولد ومنك جيسي قد تولد أحباب دينا نقفع المسألة أليس مقصود على ولد فقط لبنت الله لا إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو منثى فالمقصود والأنت أو الذكر منكم والدين الحمد لله هذك الخير اللي كيديرو يصيروا أتاروا بحتى أنا جواب في الحديث بأن الرجل يوم القيامة يعني كيشوف المكان ديرو في الجنة ليس مستحقه فكيقول يا ربي هذي أشهد المكان لي أنا كيقول نعم يا عبدي كيقول لي يا ربي مدرش يا عمل صالح كبير لي تقولي الله عز وجل هذا بباركة دعاء ولدك لك بباركة دعاء ولدك لك هذي الدعاء دي الولد دي لكنت في القبر جعلك إن شاء الله في مقام عالي كذلك الحباب دينا السعي في سبيل الله هذي بر الولدين يعتبروا من السعي في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله أحبتي الكرام عند ختمي هذي الحلقة إن شاء الله بتحكموا هذي القصة من باب الاستئناس كان وحد ثلاثة ديالشباب كانوا غادين في السفر ويتحد ضلامة لهم فأحدهم اقترح على أن يدخلوا واحد الكهف ويباتوا فيه فباتوا في ذلك الكهف غير دخلوا لذلك الكهف جاءت واحد صخرة من أعلى الجبل تتضحر وتتضحرج ويتجي للك الحفرة ديال الكهف ويتسده هذه السعب كانتش الأمور متقدمة بحل داباج يجيبوا التراكس ويجيبوا الآلات ولا الحباب دينا ف واحد فيه قال لهم نسلموا أمرا لله سافي مع الدم نديره سوف نبقى ويتم نموتوا ما تعد ما غدي غيطنا سوف نبقى الحجرة كبيرة ويكون هذه الحجرة عنينا سافي ولكن أحدهم فطن وقال لهم أجيوا إلا كنا سوف نبقوا بحلقة سوف نبقوا بحلقة لماذا لا نتقربوا الله عز وجل بشي عمل صالح قدرنا في الدنيا لله ابتغاء أمار ذات الله جل الأول تقدم صلى ويدعي الله تعالى اللهم إنك تعلم أنه كانت لي يعني غنم وكان عندي راعي الله كان عنده واحد راعي للغنم واحد يوم من الأيام كان شلاء الفينو بين ذلك الراعي للغنم مش بحاله وما تخلص تمر الأيام وجه عندي فقلت له كل ما ترى هو لك فقال أتحزأ بي واش كان تضحك علي يا كانت تسخر مني قال بل كل ما ترى هو لك فأعطيته إياه اللهم إن كنت وقد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ومرضاتك فالرجعنا من حنو فيه فالفرجت صخرة شوية تبسمت وما زال متحيدت فالجال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحب وحبا جما وتزوجت وترملت ولها صبية مني مثل رجل أولا عنده وردة صغار وجاءت يوم من الأيام تقريد مني المالا مغت تسلب مني فقلت لها سلي مني نفسك فانصرفت ثم عادت فلما جلست أمامها قالت لي لا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرجعنا من حنو فيه فما تستخرق مازال متحيداتك بالكامل غيجيتار تكون مرضي الوليدين الحباب ديانا اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبواي كبيران فكنت لا أنام حتى ينام ولا أكل حتى يأكل يعني أي عاجك قدم اللولين وفي يوم من أيام أتيت فوجدتهما نائمين ومعي غبوق من لبن واحطة زل البن جمعاء البن باش يشرب وليده والأولاد يتعاون ويتصايحون ولادك يبكي بالجوع فضلرت على تلك الحال أمسكوا بالغابوق شددك الطاس في الدم ولاده نعسو بعد ما بكوا نعسو حتى أفاقها تفاقوا من عسل أبو الأم فشرب وشرب الأولاد صبق وليدي عد ولاده نفسه اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرج عني ما نحن فيه ففرج عنهم ما هم فيه وخارجوا سالمين أحبتي الكرام رضا الوالدين وبرو الوالدين يصنعوا المعجزات في الدنيا والآخرة ولي ذلك ابن عباس للصحابي المعروف الفقير وفي فصل القرآن كان يطوف بالكعبة فأتاه شابة بيحمل أمه وقال لي ابن عباس أرأيتني قد وفيتها حقها زي ماكي عرقين اشقال لي ابن عباس قال لي ولا صرخة من صراختي الوضع مني كتكتولد فك هذيك الغوات لكتتغوة بقى غوطة وحدة بقى مدرك تياج الحباب دينا فلنعود أحبتي الكرام ونلتزم برضى الوالدين الحباب دينا اللي كيصوم أو كيصلي ومردش الوالدين الحباب دينا والله إني لا أتحسر عليه وقد رأيت بأم عيني الإنسان العاقل والوالدين في الدنيا المصير دي رقب الآخرة ونمدج كتير أحبتي الكرام أسألوا العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يرضون ويكسبون الردى الوالدين اللهم ربي اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اللهم ارحمنا وارحم ولدينا كما ربونا صغيرة اللهم أنزل السماء عليهم مدرارة وأسكنهم في جنات وأنهارة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارحمهما كما رحمونا وجود عليهما كما جادوا علينا يا رب العالمين ربنا ربنا إن ظلمنا ألف سنة وظلما كثيرة وإن لم تغفرنا وترحمنا لا كننا من الخاسرين ربي اغفر ورحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت لا عز لاكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم اصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات الممنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين